موسيقى موسيقى في 2004 كان قريبا من وقت أنا كنت بدارس فيه في الجامعة الأمريكية فوتوغرافيا وكنت بختلط بشغل طلبة ومن ده جت لي فكرة أن أنا أشتغل مع مجموعة من الناس اللي أنا شايفة أنهم عندهم حاجة متميزة لمدة من الزمن وحوالي الموضوع ونعمل بيه معرض وفعلاً ده حصل كان المعرض اسمه بشاير ودي التجربة اللي هي من عشر سنين السنة دي البداية كانت أنه على الفيسبوك بيجي لي صور فيه ناس بتبعثلي على إيم بوكس تفرجني على شور جالي كمان تحكيم المسابقة بتاعة مدرار روزنامة كان فيه اثنين من المشاركات في المعرض ده وأنا فعلاً اتعرفت على شغلهم لأول مرة من الدوسير اللي هما كانوا مقدمينه على مسابقة روزنامة في اعتقادي الحاجة اللي أنا شفتها في الأول واللي استمرت معايا لغاية آخر لحظة إنه الخمسة الدول مختلفين عن بعد تماماً لسبب ما ما كانش ذهني قوي كان عندي إحساس إنه ده كويس وهيبقى مفيد فعلاً بعد ثلاث شهور ونص ما خلصوا النتيجة واضحة إنهما فعلاً مختلفين تماماً عن بعض ده في حد ذاته موثير بس في نفس الوقت بيخلي إنه أنا ما بشتغلش بروجرام ثابت مع الخمسة يعني الواجب الأولاني كان إنه كل واحد فيه من شغله هيقدم لي خمس صور هو في اعتقاده إنه هما بيعبروا عن العالم بتاعه وإن أنا أنا هعمل نفس الواجب ده من وجهة نظري أنا إن أنا ببص على شغلهم وبطلع خمس صور بيعبروا عن العالم ده وبنحطهم قدام بقى بنحط الإختارتين دول قدام بعض ونتهي يتناقش فيهم قد إيه العالم اللي أنا بتكلم عليه اللي أنا شايفة إنه هو موجود مختلف عن اللي هما متصورين إنه هو ده اللي بيعبر عنهم بعد كبتين بص على شغل بتاع مصورين تانين يعني بص على شغل مصور تاني باختيارك وطلع لي منه الصور أنت متخيل إنه أنت فيه بينك وبين العالم بتاعه تشابه مع ناس اتكلمنا عن نصوص أدبية برضو بيحصل بأنها تشابه مع أغاني اكتب لي حاجة متخيل إنها بتعبر عن الشغل بتاعك يعني كانت مختلفة تماماً ومش بالضرورة هي دعوة التصوير أو بتتطلب من إنسان اللي يمسك كاميرا غير الواجبات كان فيه واجبات تقنية لأ مثلاً أنت بتاخد دايماً الصورة من الزاوية دي مش بالضرورة عشان أنا عايزة يغير الزاوية بس عشان يبقى القرار بتاع الزاوية اللي تنتخد ديه قرار متسبب أو له يعني فكرة وراء فكرة كويس جداً إنه في مرحلة من المرحلة المتأخرة يعني كان في ضليلة مثلاً إسبوعين أو نفتح بقى فيه السؤال اللي أنا طرحتوا عليهم كلهم هل بعتوا شغل قبل كده عشان إنتوا لو بعتوا شغل قبل كده لما هنيجي انتم من الشغل بتاعكم محتاجين بحطين السعر إنتوا بعتوا بيه ده في الاعتبار فقراراتك المرتبطة بالبيع يعني هتبقى بتعمل الطبعة بتاعتك كام نسخة كلها القرارات في اعتقاد دي كانت مهمة إنه هم يتعرضوا ليها لأول مرة ما كانهم هم بالنسبة للأسعار الفوتوغرافية التانية متوفرة في السوق أو لزمايل أكبر أو بأكثر خبرة دي كانت برضو جزء من الاعتبارات اللي حنا اخدناها وحنا بنين سعر الشغل فكرة انهم يشتغلوا مع بعض أو يتعاملوا شغلهم مع بعض ده مضمون ورشة تانية أو مضمون تجربة تانية التجربة اللي أنا كنت بحاول أوصلها هي تجربة تجربة مثالية للعمل مع منظم معارض فعليا باختصار يعني يعني في اعتقادي لو أخدوا حاجة هياخدوا اللي لما يبقى منظم معارض بيبقى شخص قد كده مهتم بيبقى تبقى الدنيا شكلها هعمل كده يعني فعليا كتبت نص عن شغلهم بعد شهر من المعرض عشان أول بيان صحفي باكا رجعت كتبت نص تاني أو قبل ما نفتح بأسبوع عشان كان في اعتقادي أنه النص اللي أنا كتبته من شهر ممكن دلوقتي أزود عليه ودي حاجة برضو بنفتقدها جامد جدا أنه منصق المعارض يكون مكتب عن الشغل لأنه في اعتقادي دي أهم حاجة بيعملها منصق أيام معارض ترجمة نانسي قنقر